بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد طيبين الطاهرين وعجل فرجهم والعن عدوهم من الآن إلى يوم الدين اللهم آمين قال أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه وآله يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاجا فيها إلى معرفة المصدر كتاب بحار الأنوار للمجلس قال الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام ليس كل من قال بولايتنا مؤمنا ولكن جعلوا أنسا للمؤمنين المصدر كتاب الكاف الشريف للكلين قال الإمام الباقر عليه السلام الناس كلهم بهائن الناس كلهم بهائن إلا قليلا من المؤمنين والمؤمن غريبا والمؤمن غريبا والمؤمن غريبا المصدر كتاب الكاف الشريف للكلين عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه قال قال لي الإمام الباقر صلوات الله تعالى عليه يا أبي المقدام إنما شيعة علي صلوات الله تعالى عليه وآله الشاحبون، الناحلون، الذابلون، ذابلة شفاههم، خميصة بطونهم، متغيرة ألوانهم، مصفرة وجوههم، إذا جنهم الليل اتخذوا الأرض فراشا واستقبلوا الأرض بجباههم كثيرا، سجودهم كثيرا، دموعهم كثيرا، دعاءهم كثيرا، بكاءهم، يفرحوا الناس وهم محزونون. المصدر كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي قال الإمام الصادق صلوات الله تعالى عليه إن أهل بيت لا يزال الشيطان يدخل فينا من ليس منا ولا من أهل ديننا فإذا رفعه ونظر إليه الناس أمره الشيطان فيكذب علينا وكلما ذهب واحدا جاء آخر المصدر بحار الأنوار للمجلسي برنامجنا الواقع الاستحماري لمجتمعنا الديخ الشيعي الحلقة التاسعة بعنوان الحوزة الطوسية وبلاويها بداية كل موضوع يجب أن تكون هناك مقدمة أو مقدمة المفروض علينا بأننا دائما نستفتح كل كلامنا بالبسمة لأولا والصلاة على محمد والي محمد طيبين الطاهرين وبعض الأحاديث الشريفة التي لم يسمعها الشيعي أو لم يتعود على الاستماع إليها فلذلك اللي يقولون يعني المقدمة طويلة وكذا وهاي لازم مقدمة إخواني لازم مقدمة موضوعنا اليوم موضوع جدا مهم جدا مهم هو ما الذي جرى في وقعنا الشيعي منذ سنة أربعمائة وثمانية واربعين هجرية حينما أسس الشيخ الطوسي حوزة النجف واستمر الأمر إلى يومنا هذا على نفس الحال هناك قصة مماثلة لما فعله الطوسي والطوسيين بواقعنا الشيعي قال إمامنا السجاد عليه السلام كان هناك قوما يسكنون على شاطئ بحر نهاهم الله تعالى وأنبياءه عن استياد السمك في يوم السبت يعني ذول القوم هم اليهود كانوا يصيدون السمك في يوم السبت فنهاهم الله سبحانه وتعالى بأن ما يصطادوا لا يصيدون يوم السبت القصة المعروفة مع الأصحاب السبت فتوصلوا إلى حيلة ليحلوا بها لأنفسهم ما حرم الله تعالى فأخذوا أخاديد وعملوا طرقا تؤدي إلى حياظ يتهيأ للحيتان هناك كلمة حيتان من تجي بالروايات وكذا الحوت ليس هو الحوت العملاق إنما الأسماك الكبيرة يعني نحن بالعراق نسميه القطان السمشة الشبيرة يعني هذا يسمونه حيتان أو حوت وبعض من دول المغرب العربي تونس الجزائر المغرب أو ليبيا يسمون السمك الكبيرة يسمونه حوت لحد الآن فذول يسووا أخاديد أخدود يعني نهر صغير جاي بينا من البحر أو من النهر الكبير إلى أن يخلونا بأحواض يطببونهن هنا ويصيدونهن بعدين يعني يحزونهن وبعدين يصيدونهن على أساس عودة يعني هم أذكياء يعني يريد يسوون حيلة على مود يقول إحنا حرم علينا السبت ونصيد يوم الأحد مثلا فجاءت الحيتان يوم السبت جارية على أمان الله تعالى فدخلت الأخاديد وحصلت أي اجتمعت في الحياض والغدران جمع غدير فلما كانت عشية اليوم همت بالرجوع منها إلى اللجج لتأمن صائدها فرامت الرجوع فلم تقدروا أبقيت ليلتها في مكان يتهيأ أخذها يوم الأحد بلا استياد لاسترسالها فيه وعجزها عن الامتناع لمنع المكان لها فكانوا يأخذونها يوم الأحد ويقولون ما اصطدنا يوم السبت إنما اصطدنا في الأحد أصلا السبت هم لازمينه هم كلينها بهذه الحفر والأخاديد وكذب أعداء الله تعالى بل كانوا أخذين لها بأخاديدهم التي عملوها يوم السبت حتى كثر من ذلك مالهم وثراءهم وتنعموا بالنساء وغيرهن الاتساع أيديهم أي أصبحوا أغنياء وكانوا في المدينة نيفا وثمانين ألفا يعني واحد وثماني اثنين وثماني ثلاث وثماني أربعة وثماني تقريبا يعني يسمونها نيفا فعل هذا منهم سبعون ألفا وأنكر عليهم الباقون يعني هم أكثر من ثمانين ألف اللي سووا هاي الكلاوات مالتهم يصطادون يوم السبت ويطلعونهم يوم الأحد سبعين ألف تقريبا وأنكروا عليهم الباقون أو عليهم الباقون كما قص الله تعالى وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر وذلك أن طائف منهم وعضوهم وزجروهم ومن عذاب الله تعالى خوفوهم ومن انتقامه وشديد بأسه عذروهم فأجابوهم عن وعضهم لم تعاضون قوم الله مهلكهم بذنوبهم هلاك الإصطلان أو معذبهم عذابا شديدا فأجاب القائلين لهم هذا معذرة إلى ربكم هذا القول منا لهم معذرة إلى ربكم إذ كلفنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فنحن ننهي عن المنكر ليعلم ربنا مخالفتنا لهم وكراهتنا لفعلهم قالوا ولعلهم يتقون ونعظهم أيضا لعلهم تنجع أي تؤثر فيهم المواعظ فيتقوا هذه الموبقة ويحذروا عقوبتها قال الله تعالى فلما عدتوا أو عتوا حادوا وعرضوا وتكبروا عن قبولهم الزجر عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرد خاسئين مبعدين عن الخير مقصين فلما نظرت العشرة آلاف وإن السبعين ألفا لا يقبلون مواعظهم ولا يحفلون أي لا يبالون بتخويفهم إياهم وتحذيرهم لهم اعتزلوهم إلى قرية أخرى قريبة من قريتهم وقالوا نكره أن ينزل بهم عذاب الله تعالى ونحن في خلالهم فقالوا لا يخرج منه أحدا ولا يدخله أحدا وتسامع بذلك أهل القرى فقصدوهم وتسنموا أي تسلقوا حيطان البلد فاطلعوا عليهم فإذهم كلهم رجالهم ونساءهم قرد يموج بعضهم في بعض يعرف هؤلاء الناظرون معارفهم وقراباتهم وخلطاءهم يقول المطلع المطلع لبعضهم أنت فلان أنت فلان فتدمع عينه ويمؤ برأسه بلا أو نعم فما زالوا كذلك ثلاثة أيام ثم بعث الله عز وجل عليهم مطرا وريحا فجرفهم إلى البحر وما بقى مسخ بعد ثلاثة أيام وإنما الذين ترون من هذه المصورات بصورها فإنما هي أشباهها لا هي بيعينها ولا من نسدها قاف واحد على يجيك يقولك احنا بالأصل قرود وكذا والله مسخهم وإحنا يجوز منها لا ما كوتش هم ذول المسخهم عذبهم بعدين ألقاهم بالبحر وانتهوا رحمته ثم قال عمامنا السجاد عليه السلام إن الله تعالى مسخ هؤلاء لإصطياد السمك فكيف ترى عند الله عز وجل يكون حال من قتل أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله وهتك حريمه أو حرمته إن الله تعالى وإن لم يمسخهم في الدنيا فإن المعدة لهم من عذاب الله تعالى في الآخرة أضعاف أضعاف عذاب المسخ فقيل له يا ابن رسول الله فإنا قد سمعنا منك هذا الحديث فقال لنا بعض النصاب يعني الناصبين العداء لأهل البيت أخواننا السنة أهل السنة والجماعة قالوا للشيعة فإن كان قتل الحسين عليه السلام باطلا فهو أعظم من صيد السمك في السبت فما كان يغضب الله تعالى على قاتله كما غضب على صياد السمك عند اليهود ما اليوم السبت زين هذا مقد أنتم تقولون لحسين إمام وكذا فما قلبهم الله قرود سواهم خنازير فقال إمامنا السجاد عليه السلام قل لهؤلاء النصاب فإن كان إبليس معاصيه أعظم من معاصي من كفر بإغوائه فأهلكه الله تعالى من شاء منهم كقوم نوح وفرعون ولم يهلك إبليس وهو أولى بالهلاك يعني ذول الأقوام اللي الله يغضب عليهم ذول كلهم إبليس اللي أغواهم زين ليش ما الله سبحانه وتعالى ما قلب إبليس سوى قرود سوى خنزير فما بال أهلك هؤلاء فما باله أهلك هؤلاء الذين قصروا عن إبليس في عمل الموبقات وأمهل إبليس مع إثاره لتشفي المخزيات ألا كان ربنا عز وجل حكيما بتدبيره وحكمه في من أهلك وفي من استبقى فكذلك هؤلاء الصائدون للسمك في السبت وهؤلاء القاتلون للحسين صلوات الله تعالى عليه يفعل في الفريقين ما يعلم إنه أولى بالصواب والحكم الله سبحانه وتعالى هو العالم يعني يريد ينزل هس العذاب ينزل بعدين يجعلهم إلى يوم القيامة إلى بالبرزخ الله أعلم هو صاحب الحكم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ثم قال إمامنا السجاد عليه السلام أما إن هؤلاء الذين اعتدوا في السبت لو كانوا حين هموا بقبيح أفعالهم سألوا ربهم بجاه محمد وآله الطيبين أن يعصمهم من ذلك لعصمهم وكذلك الناهون لهم لو سألوا الله عز وجل أن يعصمهم بجاه محمد وآله الطيبين لعصمهم ولكن الله تعالى لم يمهلهم ذلك يلهمهم ذلك ولم يوفقهم له فجرت معلومات الله تعالى فيهم على ما كان سطره في اللوح المحفوظ المصدر كتاب تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام إنها حكاية أصحاب السبت هي هي نسخة تطابق ما جرى في قرية السبت مثل مثل ما فعل السبتيون حيث صنعوا حياضا وفتحوا سواقيا فيما بين الحياض إلى البحر ودخل الماء مع الأسماك التي لا يجوز لهم أن يصطادوها الحكاية التي مرت لا أريد أن أعيدها حوزة النجف الحوزة الطوسية فعلت في واقعنا الشيعي نفس الشيء فجاءوا إلى العقل الشيعي وطمروه تحت قذارات الفكر الناصبي على محمد برنامجهم إثارة دفائن العقول أما حوزة النجف الطوسية فبرنامجها دفن العقول وطمر العقول الطوسي جاء من بغداد إلى النجف وصنع حوزة سنة 448 هجرية الحوزة المكان الخاص بالذي صنعها يقال هذه حوزة فلان يعني مدرسة أو كذا فهذا شيء خاص بفلان هذا حوزة النجف إنها الحوزة الشيعية الخاصة بالشيعة المفروض بالضبط هذا هو الحوز أو الحفرة التي صنعه ذلك اليهود الذي يقطن في تلك الزاوية من المدينة في قصة أصحاب السبب ثم ماذا فعل الطوسي ومن جاء من بعدي إنهم فتحوا السواقي فيما بين هذا الحوز الحوزة فتحوا السواقي باتجاه تلكم المستنقعات وباتجاه تلكم العيون الكدرة ساقية علم الرجال ساقية علم الدراية ساقية علم أصول الفقه ساقية علم الكلام علم أصول الدين ساقية قواعد التفسير إلى بقية السواقي وكلها سواقي شافعية ناصبية وكلما امتد زمن كلما فتحوا كلما فتحوا لنا سواقيا يعني سواقيا جمع ساقية ساقية النهر يعني النهر الصغير سواقيا جديدة فهناك سواقي تنقل إلينا الفكر المعتزلي وهناك سواقي تنقل إلينا الفكر الصوفي وهناك سواقي تنقل إلينا الفكر القطبي أما حديث أهل البيت صلى الله عليه فقد شطبوا منه أكثر من تسعين بالمئة بل ربما شطبوا منه أكثر من 95% وفقا لمنهج الخوئي وتلميذه السستاني حاليا ومنهج السستاني يشطب من حديث أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم أكثر من 95% فالحوزة فارغة هذه الحوزة التي قيل عنها حوزة أهل البيت فارغة المحتوى من ثقافة أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم ونسأل ماذا صنعوا لنا لقد كذبوا علينا بكل شيء حرفوا وغيروا وأبعدونا عن دين العترة الطاهرة إنهم المراجع الطوسية حيث أن المراجع من الشيخ الطوسي إلى السستاني حاليا أدخلوا الدين المحمدي في كارثة وحرفوا وبدلوا وخالفوا الكثير من أقوال أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم مثل أصل الدين أو أصول الدين هم يسمونها خمسة أدوم أصول الدين مع العلم هو الأصل واحد قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي أنت أصل الدين ومنار الإيمان وغاية الهدى وقائد الغر المحجلين أشهد لك بذلك المصدر بصائر الدراجات للصفار ومن الشيخ الطوسي إلى السستاني يكتبون في رسائلهم العملية بأن أصول الدين التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد يخالفون قول النبي صلى الله عليه وآله ثانيا البراءة نجي إلى البراءة قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فظهروا البراءة منهم واكثروا من سبهم هذا السب الشتم يقول لك ما يصير ما يزون لا نبي يقول أهل الريب والبدع سبوهم والقول فيهم والوقيع وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفسادة في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلموا من بدعهم يكتب الله تعالى لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة المصدر كتاب الكاف الشريف للكلين ومن الطوسي إلى السستاني يكتبون في رسائلهم العملية بأنه لا يشترط البراءة واللعن لأهل الريب والبدع وخصوصا أبا بكر وعمر لعنهم الله تعالى وهما أصل كل ريب وبدع بل يدعون إلى المؤاخات مع المخالفين لأهل البيت صلى الله عليه نأتي بعدها علما للولاية قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن أركان العرش لا ينالها أحد إلا علي ومن تولاه من شيعته المصدر كتاب بحار الأنوار للمجلسي ومن الطوسي إلى السستاني يكتبون في رسائلهم العملية بأن الولاية ليست من ضروريات الدين نجي بعدها علما إلى أمية النبي صلى الله عليه وآله عن جعفر بن محمد الصوفي قال سألت الإمام أبا جعفر محمد بن علي الرضا صلى الله عليه تعالى عليهم فقلت يا ابن رسول الله لما سمي النبي بالأمي صلى الله عليه وآله فقال الإمام عليه السلام ما تقول الناس قلت يزعمون إنه إنما سمي الأمي لأنه لم يحسن أن يكتب أو يقرأ فقال الإمام سلام الله عليه كذبوا عليهم لعنة الله عليهم لعنة الله أن ذلك والله يقول في محكم كتابه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فكيف كان يعلمهم ما لا يحسن والله لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ ويكتب بإثنتين وسبعين أو ثلاثة وسبعين لسانا يعني لغة وإنما سمي الأمي لأنه كان من أهل مكة ومكة من أمهات القرى وذاك قول الله عز وجل لتنذر أم القرى ومن حولها المصدر بحار الأنوار للمجلسي ومن الطوسي إلى السستاني يقولون بأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله سمي بالأمي لأمه لأنه لم يكن يحسن الكتابة والقراءة أو القراءة أو الكتابة نجي علما بعد فقرة ظلامت مولاتنا الزهراء عليه السلام يقول سليم بن قيس الهلالي ثم أمر عمر لعنه الله تعالى أناسا حوله أن يحملوا الحطب فحملوا الحطب وحمل معهم عمر فجعلوا حول منزل علي وفاطمة وابناهما عليهم السلام ثم نادى عمر حتى أسمع علي وفاطمة عليهم السلام والله لتخرجن يا علي ولتبايعن خليفة رسول الله وإلا أضرمت عليك بيتك النار فقالت مولاتنا فاطمة عليه السلام يا عمر ما لنا ولك فقال عمر لعنه الله افتح الباب وإلا أحرقنا عليكم بيتكم فقالت الزهراء عليها السلام يا عمر أما تتق الله تدخل على بيتي فأبى أن ينصرف ودعى عمر بالنار فأضرمها في الباب ثم دفعه فدخل فاستقبلته فاطمة عليها السلام وصاحت يا أبتاه يا رسول الله فرفع عمر السيف وهو في غنده ووجأها به جنبها فصرخت يا أبتاه ضربها فرفع الصوت فضرب بها ذراعها فنادت يا رسول الله لبئس ما خلفك أبا بكر وعمر وأبو بكر لعنه الله تعالى يصدر أمره بإحراق البيت مرة أخرى فأرسل عمر يستغيف فأقبل الناس حتى دخلوا الدار وثار أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى سيفه فرجع قنفذ إلى أبي بكر وهو يتخوف أن يخرج علي عليه السلام إليه بسيفه لما قد عرف من بأسه وشدته فقال أبو بكر لقنفذ لعنهم الله ارجع فإن خرجوا إلا فاقتحم عليه بيته فإن امتنع فضرم عليهم بيتهم النار فانطلق قنفذ الملعون فاقتحم هو وأصحابه بغير إذن وثار علي عليه السلام إلى سيفه فسبقوه إليه وكاثروه وهم كثيرون فتناول بعضهم سيوفهم فكاثروه وضبطوه فألقوا في عنقه حبلا وحالت بينهم وبينه الزهراء عليه السلام عند باب الدار فضربها قنفذ الملعون بالصوت فماتت حين ماتت وأن في عضدها كمثل الدملج من ضربته لعنه الله تعالى ولعن من بعثه به المصدر كتاب سليم بن قيس الهلالي ومن الطوسي إلى السستاني ينكرون ولا يؤمنون بما جرى على الزهراء صلوات الله تعالى عليها وآليها من ظلم وقتل وحرق وكسر ظلع ويرون إن موضوع موضوع عليه الكثير من الاستفهامات حول صحة الرواية دم المعصوم عليه السلام قال أمير المؤمنين صلوات الله تعالى إن الله تبارك وتعالى طهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه وحجته في أرضه وجعلنا مع القرآن وجعل القرآن معنا لا نفارقه ولا يفارقنا المصدر كتاب الكافي الشريف لكلين ومن الطوسي إلى السستاني يقولون بأن دم الإمام المعصوم عليه السلام والعياذ بالله نجيس غسل الجنابة روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام إنه قال إذا اختسلت من الجنابة فقل اللهم طهر قلبي وتقب السعي واجعل ما عندك خير لي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين المصدر كتاب تهذيب الأحكام للطوسي هو الطوسي القوات يعني ذاكرة بكتابه ومن الطوسي إلى السستاني يكتبون في رسائلهم العملية حين يصلون هل يجب ذكر دعاء مؤين عند الغسل الجواب لا يجب وإنما يستحب التسمية وقول اللهم طهر قلبي وتقب السعي واجعل ما عندك خير لي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من يستحب يعني من باب الاستحباب يعني مواجب تريد قوله ما تقوله بكيفك الوضوء قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله يا محمد من توضأ مثل وضوئي الوضوء ما الأمير المؤمنين في وسائل الشيعة المعروف يا محمد من توضأ مثل وضوئي وقال مثل قولي خلق الله تعالى من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره فيكتب فيكتب الله له ثواب ذلك إلى يوم القيامة المصدر كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي ومن الطوسي إلى السستاني يكتبون في رسائلهم العملية أين يصلون عن ما هي النية التي يجب التلفظ بها أثناء الوضوء الجواب ما لهم يكون شنو لا يجب النطق باللسان بل مجرد الالتفات إلى العمل كاف في النية تكفيرة الإحرام كذلك مخالفات هذا الدين какую ذلك هذا الدين ما الشيعة دين أيش أمي نحن دينا شافعي الموجود سبق هنا جدا تكفيرة الإحرام عن الإمام الصادق صلى الله عليه تعالى عليه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في الصلاة وإلى جانبه الحسين الحسين عليه السلام فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يحر الحسين يعني ما ما جاوب التكبيرة بتكبيرة ولم يزر رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر ويعالج والحسين يعالج التكبير فلم يحر حتى أكمل رسول الله صلى الله عليه وآله سبع تكبيرات يعني تكبيرة الإحرام سبع مرات نقول الله أكبر 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 سبع تكبيرات فحار الحسين عليه السلام في التكبيرة السابعة فقال الإمام الصادق فصارت سنة سنة الإمام المعصوم عن رسول الله صلى الله عليه وآله المصدر كتاب الحدائق الناظرة للبحراني ومن الطوسي إلى السستاني يكتبون في رسائلهم العملية يجزى لإفتتاح الصلاة تكبيرة واحدة ويستحب الإتيان بسبع تكبيرات كله مستحب عدم والأحوط الأولى أن يجعل السابع تكبيرة الحرام مع الإتيان بغيرها بقصد القربة المطلقة هذا إزبالتهم الشهادة الثالثة قال رسول الله صلى الله عليه وآله ثم ينادي من آخر عرصات القيامة ألا فسقوهم إلى الجنة لشهادتهم لمحمد صلى الله عليه وآله بالنبوة فإذا نادى من قبل الله تعالى لا بل وقفوهم إنهم مسؤولون يقولوا للملائك الذين قالوا سقوهم إلى الجنة لشهادتهم لمحمد صلى الله عليه وآله بالنبوة لماذا يوقفون يا ربنا فإذا النداء من قبل الله تعالى قفوهم إنهم مسؤولون عن ولاية علي بن أبي طالب وآل محمد يا عبادي وأمنائي إني أمرتهم مع الشهادة بمحمد بشهادة أخرى فإن جاءوا بها فعظموا ثوابهم وأكرموا ما بهم وإن لم يأتوا بها لم تنفعهم الشهادة لمحمد يعني آل البكرية غير البكرية الشهادة الثالثة إذا ما تقولها ما يفيدك لا صلاتك لا صيامك لا أي شيء تتعبد بي بالنبوة ولا لي بالربوبية فمن جاء بها فهو من الفائزين ومن لم يأتي بها فهو من الهالكين المصدر كتاب تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام ومن الطوسي إلى السستاني يكتبون في رسائلهم العملية بأن الشهادة الثالثة المقدسة إن جاءت في الصلاة من باب الوجوب القطعي تبطل الصلاة وإنها مستحبة وليست واجبة بس بالأذان خلوها دعاء القنوت قال الإمام الصادق عليه السلام القنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة واجب القنوت واجب ومستحب يعني إذا ما تجيبه سقط واجب من الصلاة عندك خلال تصار المصدر كتاب عيون أخبار الإمام الرضا عليه السلام قال الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه القنوت سنة واجبة في الغداء والظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى آخر المصدر كتاب عيون أخبار الإمام الرضا عليه السلام يقول السستاني في رسالته العملية حين سئل ما حكم ترك القنوت عمدا الجواب القنوت مستحب وليس واجبا فيجوز تركه عمدا هذا السستاني وكلهم على الموال الركوع والسجود عن أبي بكر الحضرمي يعني سكل هذا مخالفة ديننا كلها مخالف صلاتنا كلها مصحيحة أمورنا كلها مصح لا غسل جنابة لا غسل جمعة لا صلاة لا صيام لا دين الركوع والسجود عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو جعفر الإمام البكر صلى الله عليه تعالى تدري أي شيء حد الركوع والسجود قلت لا يا مولاي فقال الإمام البكر عليه السلام تسبح في الركوع ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته ومن لم يسبح فلا صلاة له المصدر كتاب الكافي الشريف للكليني ومن الطوسي إلى السستاني يكتبون في رسائلهم العملية حين يصلون هل الذكر في الركوع والسجود أمر مستحب ولكن هل يجب تحديد الذكر الواجب الجواب الواجب فيه هو التسبيح أو التحميد أو التكبير أو التهليل ويجزي في التسبيح سبحان ربي العظيم وبحمدي في الركوع وسبحان ربي الأعلى وبحمدي في السجود مرة واحدة أو سبحان الله ثلاث مرة هاي سبحان الله منين جاء بينا ما أدري أسأل من الصلاة انت ورى محمد شون يركع يقول شي يقول سبحان ربي العظيم وبحمدي سبحان الله سبحان الله سبحان الله منين جبتها سبحان الله من الشافعي ولو اختار غير التسبيح فلأحوط وجوبا أن يكون بقدر الثلاث الصغيرات من التسبيح سبحان الله سبحان الله سبحان الله ولا يعتبر الايتيان بالذكر الواجب بقصد وجوبه كل من أموي الأيمة كل من الناصبة والمخالفين وأخواننا بل أنفسنا زين الطام ما بعد اللي بعده قلب الخاتم أثناء الدعاء هذا أنتم شايفين من يدعون يدعون الخاتم مالته الفص يخليه أو الحجر يخليه إلى باطن الكف بالدعاء يقول الإمام الصادق صلى الله الله تعالى عليه إن الشرك أخفى من دبيب النمل منه تحويل الخاتم ليذكر الحاجة وشبه هذا المصدر كتاب وسائل الشيعة للحر العام يقول هذا الشرك خفي ما موجود هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولا عن الأئمة الأطهار انت تقلب الخاتم من تريد تدعي من ينجب بته بدون دليل والمراجع من التوسيل السيستاني يكتبون في رسالة لهم العملية حين يسألون عن تدوير الخاتم فيقولون السؤال يقوم بعض المصلين بتدوير الخاتم أثناء القنوط ليكون حجر الخاتم إلى باطن الكف فهل هذا جائز وهل هو من السنة الشريفة الجواب لم يثبت استحبابه ولا بأس به رجاء ولا بأس به يعني العادة تريد جيبه ما تجيبه بكذا الخمس كتب صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف في توقعي لإصحاق ابن يعقوب في مسائل قد سأل عنها وأما الخمس هنا الإمام يقول وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا يعني لا يدفعون من الآن وجعلوا منه في حلم إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث المصدر كتاب الغيبة للطوسي يعني هاي كتب الطوسي يذكر أو ما ينفذه يعني يذكر شون سافل ويقول الطوسي في هامش كتابه الغيبة تحقيق ما أحلى من الخمس للشيعة في زمان الغيبة يطلب من الكتب الفقية وفيه روايات وأقوال والأظهر والأشهر أن المراد بهذا الخبر وأمثاله إباحة الخمس في المناكح للشيعة ما تزوج له في زمان الغيبة لتطيب ولادتهم دون الخمس في غيرها فإن الخمس في غيرها واجب في زمان الغيبة أيضا والله العالم ابن الساقط هيسافل الإمام يقول فقد أبيح لشيعتنا ما قال خمس المناكح يعني الإمام ما يعرف يقول خمس مناكح حب أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم ما يطامها مبعد عن حاتم بالما وهي ما هوه قال كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث الإمام علي الهادي صلوات الله تعالى عليه أسأله عن من أخذ معالم عن من أخذ معالم دينه وكتب أخوه أيضا بذلك فكتب صلوات الله تعالى عليه إليهما فهمت ما ذكرتما فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى المصدر وسائل الشيعة للحر العاملي يعني أنتم شوفوا الناس اللي عده دين من كبار السين من كذا اللي عدهم ولاية وعدهم براءة ومن الطوصي إلى السستان يكتبون في رسائلهم العملية بأنه لا يشترط بمرجع التقليد أن يكون شديد الحب لأهل البيت عليهما السلام والإمام هنا أنا يقول الإمام الهادي عليه فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا يعني القديم الكبر على حبنا وكل كثير القدم في أمرنا وذول يخالفونه حرمة أكل الطاوس عن أحمد بن محمد بن خالد عن بكر بن صالح عن سليمان جعفر عن أبن الحسن الإمام الرضا صلوات الله تعالى عليه قال الطاوس لا يحل أكله ولا بيضه المصدر كتاب وسائل الشيعة للحر العامل عد من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن بكر بن صالح عن سليمان الجعفري عن أبن الحسن الإمام الرضا عليه السلام قال الطاوس مسخون كان رجلا جميلا فكابر إمرأة رجل مؤمن تحبه فوقع بها ثم راسلته بعد فمسخهم الله عز وجل طاوسين أنثى وذكر ولا يأكل لحمه ولا بيضه ممسوخ المصدر كتاب الكاف الشريف للكلين والسستاني يقول في رسالته العملية كل طائر ذي ريش يحل أكل لحمه إلا ما كان من السباع بأن يكون ذا مخلب سواء كان قويا يقوي به على افتراس الطير كالبازي والسقر أو ضحيفا لا يقوى به على ذلك كالنسر والببغاءات والظاهر أن كل طائر يكون صفيفه أي بسط جناحي عند الطيران أكثر من دفيفه أي تحريكه ما عنده يكون ذا مخلب فيحرم لحمه بخلاف ما يكون دفيفه أكثر من صفيفه فإنه محلل اللحم وعلى هذا فيتميز المحرم من الطيور عن غيره بملاحظة كيفية طيرانها كما يتميز فيما لا يعرف طيرانه بوجود الحوصلة أو القانصة أو الصيصية فيه فما تكون له أحد الثلاث يحل أكله دون غيره والحوصلة ما يجتمع فيه الحب وغيره من المأكل عند الحلق والقانصة ما تجتمع فيه الحصات الدقاق التي يأكلها الطير والصيصة شوكة فيه رجل الطير خارج عن الكف والأحوط لزوما الاجتناب عن أكل الغراب بجميع أنواعه حتى الزاغ وأما غير ما ذكر من الطيور مما له ريش فهو محلل الأكل بجميع أنواعه من الدجاج والحمام والعصفور وغيرها حتى النعام والطاوس المصدر مساء المنتخبة للسستاني طلب العلم قال أمير المؤمنين عليه السلام لكميل يا كميل لا تأخذ إلا أن تكون منا المصدر كتاب بحار الأنوار المجلسي ومن الطوسي إلى السستاني طلب العلم من كتب المخالفين وأدخلوها في كتبنا إلى أن أصبحت كتبهم مليئة بالفكر المخالف القطب الشافعي تفنيد الكتب قال الإمام الصادق عليه السلام من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا كتاب سليم بن قيس الهلالي فليس عنده من أمرنا شيئا ولا يعلم من أسبابنا شيئا وهو أبجد الشيعة والسر من أسرار آل محمد عليه السلام المصدر كتاب بحار الأنوار للمجلسي ومن الطوسي إلى السستاني يفندون هذا الكتاب العظيم بل وضعفوه وضعفوا كتاب تفسير الإمام الحسن العسكري والعديد من الكتب المهمة من خلال نظرة بسيطة لحجم الإختلاف بين فتاوه الفقهاء أو المراجع الطوسية وكلام الأئمة عليه السلام أسألكم بالله هل بقى أثر لقول الإمام المعصوم بهاي الحوزة اللي نسميه حوزة الشيعة الحوزة الطوسية البن نجف أو في قم أو في أي مكان حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه وحرام إلى يوم القيامة هل ينطبق عليهم أحدى صفات الأولياء التي حددها أمير المؤمنين عليه السلام الآن أوجه سؤالي إلى أتباع المذهب الطوسي كل واحد يقلد هل الحق مع مراجعكم وكباركم أم الحق مع محمد وآله الطيبين الطاهرين هذا سؤالنا لكم يعني شوفوا كثرة الاختلاف ما بين المرجع وبين الإمام المعصوم ما يأخذ من الإمام المعصوم أي شيء ما يأخذ يأخذ من غيره من الناصبة من الأعداء من المخالفين من الشافعية من الحنبلية من نبو حنيفة لعنة الله عليهم جميعا زيان أنا شون أقلد هذا الإنسان يا أخي أنت أنت شنو برأسك جوة شنو مخلي مطي حتى المطي يشهد بالشهادة الثالثة وانت ما تشهد مؤدنا القصة مع الشهادة الثالثة المقدسة لحمار وبساط وحمار وصوت يعني أنتم إلى متى تبقون هتشي دماغسيزية يا أخي التقليد كله زفت حرام لا تقلد واحد قلد الإمام المعصوم وخف دينك من واحد كون قريب للإمام يتكلم بأحاديث الأم عليهم السلام دولي ما يتحدثون بأحاديث الأم الأم عليهم السلام كله قال الطوسي قال الشيخ الفلاني قال البهائي أبوي قال لي خالي جدي كان صاحب السيد الشيخ جانة ألقينا عليكم الحجة في هذا الكلام من البداية إلى هذه النهاية اللي يسمع هذا الكلام لا يقول أنا يوم القيامة ما أدري أنت دريت ابحث عن دينك ابحث يا أخي ابحث روح دور على دينك مثل ما تدور رزقك مثل ما تاكل تريد لقمه حلال أنت لازم يكون عندك دين حلال هذا وآخر كلامنا هو الصلاة على محمد النبي المختار وعلى آله الأطيبين الأخيار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته